في الفيديوهن اللي جايين هشرح لك مفهومين بعدين هتربطهم مع بعض بعدين هتكون فهمة الأفكار والمحاور حول الـ Affiliate Marketing وازاي فعلياً بيشغل من الناحية التقنية في الفيديو ده عايز غطي Affiliate IDs وهو رقم فريد أو كود مسجل ليك لما تسجل مع Merchant أو Advertiser بيديك الـ Affiliate ID الـ ID ده مربوط بالـ Business تبعك في كل مرة مستخدم يضغط اللينك اللي فيه الـ Affiliate ID الـ Advertiser هيعرف ان الضغطة دي جاية منك انت ودي الطريقة اللي بتتبع المبيعات اللي ليها علاقة بك وبكده بتعرف انك بتستلم عمولات عن المبيع الفعلي فخلينا نقول انك بدأت برنامج مع Merchant أو Advertiser هيددو لك Affiliate ID مثلاً برقم 1234 وفي داخل حساب الـ Affiliate هيددو QR ورابط اللي فيه لينك لصفحات اللي Automatic متسجلة برقمك التعريف اللي فيه كـ Affiliate Affiliate ID و Affiliate URL اذا لما تنشر منشور في موقعك وتوضع معه Affiliate ID الخاص بك انت بعدين لما يجي المستخدم ويضغط على الرابط وفيه الـ Affiliate ID بتاعك في الرابط هيرسله الى موقع Merchant أو Advertiser والمعلن الان هيعرف ان الزائر ده وصله من الـ Affiliate ID اسمه 1-2-3-4 وبكده هيكون مسجل طرفك في الـ Business والـ Affiliate ID هتاخده منهم مش هتعمله بنفسك هتاخده منهم لما تسجل حساب Affiliate هيدوك روابط الـ Affiliate تستخدمها اللي هتحتاج انك تنشرها على الانترنت عشان تحصل على مبعات او ايميلات او click واللي هيكون شكله زي www.yursite.com slash youraffiliateid1234 او حاجه شبه كده هنا لما المستخدم يضغط على الرابط هيوصله لموقع الـ Advertiser الان المعلن يعرف ان هذا المبيع جاي من عندك وعملتك هتدفع لك كل مرة مستخدم جديد يضغط ويدفع من خلال الـ AdvertID الانترنت